اشتركوا في القناة الشيء الثاني أن تستمروا في طلب العلم والتعلم والتعليم الشيء الثالث أن لا تنقطعوا عن الدعوة إلى الله بالأُسن للأُقوى بالهدوء والعلم والرذب الشيء الرابع التلطف مع الناس لأن الناس يحتاجون إلى حكمة ولي ورفق الدعوة كل الناس تحب الله ورسوله كل المسجيع يحب الله ورسوله لكن كيف تقربه إلى الله ورسوله كيف تقربه إلى الدليل من الكتاب والسنة كيف تقربه إلى أن يستمع إليك ويقبل منك والله في القرآن يقول كذلك إن كنتم من قبل فمن الله عليكم لا يوجد واحد مننا أصبح سنيا منذ أن ولدته أمه وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى النقطة الخامسة أن طريق الدعوة يحتاج إلى الصبر فلابد من الصبر والثبات والاستمرار على هذا الطريق النقطة الأخيرة الدعاء لا تغفل الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دائما في قليل الأمور وفي كثيره الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أسجل صلى الله على نبينا محمد وعلى الأصحابي أجمعين والآن وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والهواتف والسكايب ومدري إيش صارت قربت البعيد أي شيء عندكم من إشكال مشكلة علمية مشكلة دعوية ترتبون وإحنا جاهزين إخوانكم والمشايخ كلهم أشاء الله جاهزين يعني أن يرشدوكم وأن يكونوا عونا لكم في مشاكلكم أو قضاياكم أو مسائلكم العلمية أبدا المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواء هذه صفة أهل الإسلام جزاكم الله خيرا ومبارك الله فيك ومشكر لكم الله سبحانك الله وحمد وشك أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة